فنان معجون فن وانا سعيدة ان قدمنا له الدعوة هنا في التاسعة لانه عاد الى حنين التلفزيون المصري بالنسبة للفنانين اللي اشتغلوا فيه بزات ستوديو عاشرة وطن فهو عاد بحنينه الى وطنه وإلى جيله هو ابن جيله جدا فنان علاء مرسي ابن جيله جيل التمانينات اللي قدم حاجاته كان بيحاول يعني يغير حاجات كتير ودخل في وسط عمالقة فدخل بطريقة بانه يقدر يعمل حاجة مختلفة علاء مرسي اتولد او عاش في المدينة المنورة تربى في المملكة العربية السعودية ثم عاد الى دسوق وهو تربى في بيت رجل فاضل أزهري إمام خطيب ولكنه رجل متنور وسطي يستمع لأم كلسوم يشاهد الأفلام المصرية الجميلة اللي كلنا تربين عليها فبالطبيعي جدا انه ينشأ علاء مرسي في بيئة لطيفة جدا محبة متدينة وايضا بتقدر الفن الراقي الجميل طبعا هو يعني يقدم أعمال كتير قوي وتخرج من معهد الفنون المصرحية وكمان أول مصرحية كانت كبري النموس النموس هو اللي أخدوا على المصرح وبالتالي دخل إلى عالم الفن بالمصدفة هنا في ستوديو عشرة كان نجم من نجوم رمضان في أعمال كتيرة جدا درامية وفنية ومنوعات وفوزير فيعود في عشرين اتنين وعشرين على مائدة التاسعة بعمل في خريطة رمضان بإذن الله على شاشة القناة الأولى ملف سري على مرسي ضيفي في التاسعة مساء الخير أولا أنا مش عارف أقولك إيه غير أن أنا عاجز عن الشكر لك أنك أنت قدتيني شرف المقابلة معاكي في برنامجك ده أنا اللي أتشرف والله لأنك أنت من الإعلاميات العزيزات على قلبي على كل المستويات المستوى الشخصي والمستوى الإعلامي والفني أشكرك والله أولا أنت لك قدر كبير جدا عندي وبمجرد استدعائي جيت ولبيت الدعوة فورا عملت معي حاجة عظيمة جدا غير اللقاء أنك أنت جبتيني في مكان المكان ده صاحب فضل بعض ربنا وبعض أشخاص علي طبعا في أن أكون أنا قاعد دلوقتي كفنان مستضاف بسبب أن أنا دخلت هذا المبنى وحصل في حالة إبداع واحتضان من أساتذة كبار جدا نحتضانوني في ستوديو عشرة ده بالتحديد وفي هذا المبنى العظيم اللي هو بيتي الأساسي حنين كده حنين رهيب وأنتش عارفة أنا الحالة اللي أنا فيها وأنا قاعد بره وحاسس كده بحالة فيها فرحة وفيها شجن وفيها ذكرى ذكرى كنت أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن كانت تدوم هذه الأيام الجميلة ولكن هو ده قدر الأيام أن يتعدي وتخلص ويأيام أجمل إن شاء الله هنا العالي الحلمية هنا عملت العالي الحلمية أول مشهد أمثله في حياتي احترافا كان هنا مع الأستاذة محسنة توفيق ابن توفيق ابن توفيق البدري ابن توفيق البدري ومع الأستاذ مامدوحب علي والله يرحمه البيت ده كان دافي قوي جدا توفيق ومحسنة توفيق وعلي البدري بالذات في الحلقات الجزء الثالث ودول كانوا شخصيات بالنسبة لي أنا كمتفرج أو متلقي قبل ما نضم إليهم هم شخصيات من السحاب يعني شخصيات بحلم إن أنا أقابلها لأن كان خيال المؤلف الأستاذ أسامة عمرو كاشة وخيال المخرج الأستاذ أسماعيل عبد الحافظ وقيادة الأستاذ مندوح ليسي والإقطاع الإنتاجه الحالة دي كان ده بالنسبة لنا حلم عايزين نلمسه وعايزين ندخله اللي هو أنا اسمي مكتوب في ليالي الحلمية بالزبط حال أنا هنا للعلم إن أنا عملت في هذا الجزء ست مشاهد فقط في الجزء الرابع ست مشاهد هم بتوع توفيق البدري أنا أحس إنهم كانوا أكتر وأنا أحس إنهم أكتر لأنه أنا كنت مع ورق حلو ومخرج عظيم وممثلين كبار وزمار أنا كمان شخصية محورية ابن توفيق البدري وكان فيه خناقة كده كانت عجيبة الشخصية وأنا ما كنتش بقى وانا بتفرج على أجزاء لو أنه هو صغير ما كنتش متخيل إن أنا اللي هبقى ده ولكن الحمد لله بفضل ربنا بس قولي بصراحة كنت تتمنى تعمل دور تاني في الحلمية؟ أنا كنت حابب الدور اللي كان عمله بحاجة عب عظيم مع الأستاذ صلاح السعداني الأدوار دي كانت دي اللي أول حاجة خيال عايزة عمل حاجة كده ولكن الحاجة العجيبة أن الأستاذ إسماعيل اخترني في حاجة مغيرة مختلفة غير متوقعة مني ولا يعني جديدة إن أنا آجي أمثل شخصية زي دي وأول حد تطرف وأول حد يعني كانت بالنسبة لي خطوة جريئة جدا والعجيب إن أنا أما دخلت للستوديو ده طبعا كنت مش فاهم حاجة مش عارفة تعامل لحد ما وقفت ورا الديكور على أساس إننا خلصنا المشهد فوقفت ورا الديكور بحسب إنها يعني عيد تاني ففجأة سمعت صمت في الستوديو وتعليم الناس مشيت فبالصدفة الأستاذ عبلة كامل معدية فلقاتني وقفتي تواف كده ليه قلت لها مستني قلولي هعمل ليه قالت لي يا حبيبي ده بريك ده مشي وإنت تروح تقل تاكل إنت خلصت إنت بالمناسبة خلصت ولكن كان بعمل مشهد فلاقي الممثلين يسقفوا لي يعني فكرة إن كان إحساسهم بالآخر وده لسه جاي من المعهد وجديد إنه هم يحتووني جدا بس تشوف كده وإنت بتتكلم يعني كاتب أسامة أنور وكاشة كتب من إمتى عن التطرف وعن الإرهاب يعني كتب من بدري قوي أنا بحب فيك جدا يا علاء أنت طول الوقت في معظم لقاءتك بتحب تتكلم عن الانتماء عن الهوية عن إن الفن اللي ما يخلقش الهوية دي ويأثر في الجيل اللي هو عايش فيه ما يبقاش فن جيد هو تخلق ربنا خلق الإبداع والفن للتربية وللتوجيه وللجمال ولتزوقه ما خلقهوش للمتعة فقط فكرة إن الفن هو للاستمتاع فقط كوبات الشاي بنستمتع بيها الأكل بنستمتع الفن دوره أرقى من كده تطهير وبياخد ويتخي وتوجيه وبناء مجتمع عشان كده رسالته رسالة الكاتب بالتحديد إذا لم يستقر أو يشوف المستقبل ويعالج المشاكل الحاضر هو بالنسبة لي وينبه وينبه هو بالنسبة لي هو مش يعني هو مجرد حد بيسرد طيب أنا عايزة أغوص معاك في شوية حاجات كده إنسانية حلوة طيب بس عايزة أبدأها من إحنا أنت كلمتنا عن ذكرياتك في رمضان لأن اللي أنت عملته هنا ليلة الحلمية فوزير شريهان شريهان حاجات ومحتاجات زيزينيا زيزينيا كله رمضان أيام المنيرة كلها كانت رمضان كلها رمضان كلها خريطة رمضان بالزبط وإنت دلوقتي عشرين اتنين وعشرين بنتكلم عن خريطة رمضان ده بعد توقف كمان ده العجيب بقى أنا بقالي أربع سنين تقريبا متوقف عن رمضان فإحنا وشنا حلوة عليك طبعا أنت كده داخل راجع رمضان طبعا راجع رمضان من استوديو عشرة ومعاكي استوديو عشرة إن شاء الله ومعاكي وده يعني حاولهولك بقى إن شاء الله حيبقى مسلسل حلم أمين يا رب أنا سعيدة ليه ملف سري من الموضوعات اللي فيها الوطنية طبعا واللي فيها الانتماء والهوية طبعا فكرة كلمة الشرف عارف فيلم كلمة شرف طبعا فريد شوقي أحمد مظهر وكلمة شرف اللي إحنا أحيانا بقينا ننسى الأخلاق والمبادئ الحلوة دي اللي تربنا كلنا عليه صحيح فالعودة كمان فيه ملف سري بالنسبة لك عاملة إزاي العودة دي جت من خلال الأستاذ ريمون مقار والأستاذ محمد محمود عبد عزيز كمنتجين يعني ومن خلال الشركة المتحدة أنه اختروني لشخصية جديدة و وأنا فجأت بالمخرج أنه هو شايف علاء جزء تاني كان يشوفوا المخرجين اللي أنا عشرتهم وبعض المخرجين بقوا يشوفوا علاء اللي هو ييجي للبسمة وللدحكة وشكرا ولكن مش للمتمثيل مش للشخصية فأنه هم شافوني ده أنا تمسكت بيهم جدا من غير معرف هو الشخصية رايحة فين في الورق اللي جاي أو السيناريو لمجرد الفكرة لمجرد الفكرة أنا مسكت فيهم وقعت لهم أنا تمام عن مفاتحي ده أنا تمام شخصية بالنسبة لي جديدة مش جديدة كورق لا جديدة تفاصيل جديدة كفكرة وأنه الورق وأنه الورق نفسه السيناريو هو نفسه أنه يتكلم عن حقبة معينة وأنه يناقش قضايا كتير جدا فيها الأخلاق وفيها الشرف زي ما حددك قلتي وفيها الانتماء للوطن ده العظيم ده أنا كده جندي بمارس مهمة حقيقية ومهمة وفرض لازم عملها بصرف النظر أنا كممثل استمتاعي كممثل أو استمتاع الجمهور بيا كممثل لا ده لازم عمله أنه أنا عندي رسالة طبعا وأنا سعيدة بعمل رسالة طبعا أنا مبسوط بالتجربة جدا والشخصية جدا وبالعمل كله أول مرة تشتغل مع الفنين هني سلامة ولا حصل قبل كده الحاجة العجيبة أنه أنا في الوسط ده بقالي سنين أنا عمري ما قابلت هني سلامة واجها لوجه لحد اللحظة اللي أنا قاعد معاك فيها لأن أنا كمان في المسلسل إلى الآن لما ألتقي معاه في مشاهد ولكن هذا الممثل الفنان الجميل النجم الجميل هني سلامة أنا من الناس المعجبين به يعني كممثل أنا شايف أنه هو ممثل بيطور من نفسه ممثل بيختار كويس ممثل جانب من مدرسة اللي أستاذ يوسف شاهين كمان اللي هي مدرسة خاصة جدا اللي بتعتني بالممثل بتعتني بعنيه ممثل لطيف ومهم ومبدع وعلى المستوى الشخصي كمان أنا سمعت عنه كلام لطيف جدا فأنا مبسوط إن أنا بشتغل معي خلصتوا المسلسل ولا لسه لا لسه أنا لسه جاي من عندهم أساسا لسه عندك تصوير كنت بصور معاهم من النهاردة وتقريبا إحنا شوية عندنا في رمضان في الأسبوع لو لا نحايا هتبضلوا شعرين طيب أكيد حيبقى فيه كلام كتير عن المسلسل لما تبدأ بقى المراثم بتاع رمضان حرجع بيك للمدينة المنورة الحقيقة أنا برضو يعني يمكن من الحاجات اللي كنت باستغربها هي الناشئة بتاعتك يعني والدك كان يعني أستاذ وإمام وخطير وشيخ من شيوخ الأزهر وإحنا عارفين إنه الأزهر هي المدرسة الوسطية الدينية المحترمة في مصر يعني إزاي هذا الشيخ الجليل تربى في بيته وفنان يعني أحيانا تقول جات إزاي السؤال ده أو الجزئية دي بالتحديد في ناس بتقابلني اللي هيهم مش فاهمة فاقول لي عم ده أنت راجل بتاع راجل شيخ وبتاع إيه لي يمشيك في الحكاية دي ولكن هي كانت وجهة النظر إنه هو رحمة الله عليه الشيخ مرسي الدمراوي أنا كنت وأنا طفل بشوفه بيستمتع جدا من أستاذ صلاح منصور مثلا في مسلسل الزوجة التانية طبعا ولقيه بيتفرجوا أيامية طبعا تفزيون أبيض وسود وبيرعش كده أو تلاقيه ما كانش عاجبه المشهد بتاع التحايل على الدين بالزواج طبعا ولكن هو كان معجب بأداء الراجل للعمدة له وألاقيه منفاعل بيه ويبتسم له وفي نفس الوقت أنا بروح معا صلاة الفجر وخطبة الجمعة هو اللي بيخطبها في المسجد وبعدين بيتكلم عن الفن إنه رسالة وإنه ستم وكلسوم ديت كانوا هم طلبة في الأزهر طلبة معممين بيجمعوا مبلغ عشان يروحوا يتفرجوا على حفلة ستم وكلسوم اللي كان بتقدم كل أول شاه فكرة ده إنه عنده الحتاء إنه كمان هو كان شايف فيه أن أنا الولد الشائل اللي بدخل أقلد الناس وأعمل ففيه إحساس نفسي أطلع ممثل طبعا عايز أطلع زي الراجل اللي أنا بشوفه في التلفزيون ده مثلا أستاذ عادل إمام بهو يعمل مسلسل مثلا بيتزاع فأنا منباهر وقعد قدام أنا بعيط له أنه هتلنا تلفزيون فيجيب للتلفزيون أنا حاس أن أنا مرتبط بالحاجة دي عمره ما قال لي غلط ولا حرام ولا عيب غير حاجة واحدة أهتم بدراستك خلص وعمل اللي أنت عايش فكرة الخوف على الإبن دايما من فكرة إنه هو مفيش مهنة سبتة إنه هل الفني ده طريق بحر أنت هينط المياه هيروح فين إنما لو هو هيطلع مهندس هو عارف هيطلع فين مدرس هيطلع هيروح فين في مهنتنا إحنا الدنيا برده مش واضحة مفتوحة جدا ومش واضحة بس هنا بقى تربيت البيت هي اللي بتعمل الصيانة دي طبعا يعني هي اللي بتربي الزرع والعطلات والإنسان إنه أنا لما كنت أجذب أجذب كطفل إنه أنا كنت فين لا لا أنا كنت هنا بأجيب بأكلم واحد صاحبي عشان هم بيذكر معايا الكيميا فأنا وأنا كنت بلعب مثلا أو بروح أسر السقاط فكان ده في عقاب بالعين رهيب جدا أقوى من الضرن ده العين دي كلهنا كله من أتراب يعني أنا فكرة إنه يعني كان والدي بس يبصلي ده العيون الدموع تنظل خلص الموضوع فأيولك مفيش مراقشة طبعا أول خصاب إنه أنا مش هكلمك مش هرد عليك نهاتي مع أولادنا جيل تاني ده بقى ده جيل بقى يعني ربنا معاه هو إن شاء الله يبقى أحسن مننا أكيد لأنه زمنه مختلف كنا طبعا والميديا الحيالي حواليه فيها إزعاج أكتر لأن الأمور كانت عندنا سينما بنروح السينما يوم الأجازة شوية راديو حلوين في البيت إنما دولة محاصرين ما بين يوتيوب وفيسبوك وكذا وكذا وناس بترغي كتير جدا وناس بتتكلموا أراء مختلفة متبينة الصوت عالي في كل حتة جدا فده دوشة أكيد الدوشة دي هم مبرمجين لها ولكن إحنا عشان خفنا عليهم فطول وقت متوجسين خيفة كده طيب إحنا هنكمل كلامنا ما بين الإنسان والفن ده وحايز أتطمن عليك الأول هل أنت في حال فني نفسيا أفضل هذه الأيام لأن كان عندك فترات برضو ركوتش بتبقى رادي وتسريحات نارية وكلام أنا كنت بقول حاجات عظيمة جدا وللأسف كان ساعات بتتحور بشكل تاني عشان منشط وده أنا لاحظت في كذا حاجة ولكن أنا في الآخر بعيش فترات كده اللي هي أنا بحب الفن بس أنا ما كانش عندي عمري طموحي أن أنا بقى ممثل مشهور وأمش في الشارع ناس شاور لي أو أتصور أو أعمل بس أنت رقيت أنا بقيت كده بس مش ده طموحي يعني مش ده حلم أنا عايز أمثل بس أنا عايز أمثل بس أنا عايز أمثل ما كانش بيختر آه نظرية الممثل بس أنا عايز أمثل بقى أمثل بقى في البيت همثل في الشارع همثل في التمثيل اللي هو خلوا مكنة التمثيل لو سمحته شغالة لأنه لما بتعطل بتعطل لأنه أنا مؤمن أن الممثل العاطل هي مش فلوس الممثل العاطل ده هدم لأنه ده أدوات إبداعية مهمة تشتغل طول الوقت ها منفاش لو عطل عشان كده عشان كده ما بيحصل لي حاجة غريبة جدا ما أنا بحب الكتابة و بحب المزيكة و بحب الإخراج و بحب المونتاج قاعد جمع أشوف المونتاج بيعمل يعني أنا بحب حاجات تانية كلها متعلقة بالمهنة الأساسية أو الحاجات فلما بمثلش ممكن تلاقيني بكتب و لما بكتبش تلاقيني بروح أخرج حاجة للشباب زي الأود بتروح الأودة التانية بالزبط بس أنا عارف الممثل خليني يقولوكم الممثل بيفضل حتى ساكت وأول ما تدور الكاميرا بتلاقوا ناس تانية خالص قدام الكاميرا فنان علاء مرسي هكمل معاه الكلام و هسأله لأنه عنده دايرة دايرة دي هاي اللي بتسنده كان فيه علاء وليه الدين طبعاً فيه نجم كبير دلوقتي هنيدي اللي طول الوقت معاه وفيها أحمد آدم وفيها صلاح عبدالله طبعاً يطرى الدايرة لسه واسعة يطرى لسه زعلان من أحمد السقا دا اللي هعرفه بعد الفاصل خليكم معنا الحديث مع علاء مرسي لأنه وإحنا بنتفرج بيحكي لي على ذكريات الناس والمشاهد أنا طبعاً كان عندي سؤال قبل الفاصل بس هسألك على المشهد ده لأن أنت كان عندك فوبيا الصوت العالي الأماكن البحر فانت في المشهد ده كله صوت عالي كنت عامل إيه ده صوت عالي وكمان فيه تزييئة دي بترعبني تتدايقني والعرفة للصوت البلونة لما بيعملوها كده ويعملوا ده يا الله ده تبصي دي هو أحلمي عشان عارف ده عن من المعهد فتقريباً هم بيعملوا الفيلم ده فالشخصية دي حطوا لها الطعم ده فقالوا هو علامة ما احنا عارفين انه هو بيعمل فانت فعلاً بتسد وده أنا بجد أنا بجد جداً لأنه هو كمان كان بيدايقني بجد حلمي بيخبط على حاجات عشان انت تتأثر بجد عشان يطلع مني زكريات حلوة وإحنا بنتفرج طبعاً هنا حرجع بقى لسؤالي الأولين أنا عارفة ان انت يعني حبيبك كتير في الواصل بس فيه دايرة حلوة يعني انت يعني عشت كده في بيت عالاء وليد دين طبعاً وكلت الملوخية ورز طبعاً طبعاً يعني فيه أكل كان جتير في بيت عالاء وليد دين طبعاً طبعاً وإيه وفي وقت ما كانش فيه أكل وإحنا طلبة بقى أيوة طبعاً يعكونا في الماعات بقى رحت مصر الجديدة بقى وقعدت قعدت حلوة وعند قعدني بقى وبيتهم كان طراوة عارفت معنى كلمة الطراوة مش بيتهم يعني طراوة يعني بيت ربيعك كده كنت إحنا عاديين الشبابيك مفتاحة وفيه هوا لطيفة بل كنات بقى مصر الجديدة الحلوة غريبة جداً وبعدين أنت قعدة شام ريحة الأكل الملوخية البيتي وشام ريحة الفراخ وهي بتحمرها الست العظيمة أم عليها رحمة الله عليها دي رحمة الله عليها دي أم حلونة جداً تدخل عليها كلاً زي علاء علاء كمان حلون جداً هو هو كان واخد منها كتير نسحة أيوة ف وده واحد جاي هي مش عارفهم هو داخل معا واحد مين ده القصير ده اللي انت جايبه يعني هي بدأت يعني مين يا وده وده واحد علاء لقيته في المعهد جبته معايا فلاقت الواحد ده عايش معاهم وبنم معاهم وبصح أفطر معاهم بطلب أكل وعايش أشرب شاي وبقى يعني وبقى إيه أن أنا أخد مصروف وننازل يعني عايشت معا ففضلت دي الدائرة بتاعتك طبعا أحمد آدم أه أحمد صلاح عبدالله وهنيدي وهنيدي وأشرف عبدالباي وأشرف عبدالباي آه فبعا يعني دول بقى المجموعة اللي ارتربطت والعجيبة أن كلها ارتبطت كل حد على حدة ولكن اكتملت الدائرة عند علاء وليد دين صحيح يعني يعني علاء يعرف أشرف لوحده ويعرف هنيدي لوحده ويعرف علاء مرسي لوحده بس الدائرة دي كلها فيها خفة الدم والكوميديا ما هي صدفة إن كل دول في فترة دي كوميدي وكلنا بنشتغل في المسارح طبعا اللي بشتغل مشهد في مصرحية واللي بشتغل مش عارف إيه ولكن كان أكثرنا يعني تحرك في الحكاية كان آدم وصلاح لأنه بشتغلوا مع الأستاذ جلال الشبقاوي والأستاذ صبحي فهدول بالنسبة لنا يعني معاديين الحكاية شوية أنا وهنيدي هنادي في اتجاه الجامعة وأنا في الأكاديمية وبعدين هنادي بدأ يتحرك شوية في المصرح مع أستاذ سيد زيان علاء مع المتحدين بحكم أنه هو توارث فكرة المتحدين عن والده كل واحد بقى ماشي في داريته بس في النهاية في دايرة واحدة اتجمعنا في عمل واحد بس عمل واحد بس؟ اللي هو كان وانت عامل ايه وده كان البداية للجيل حقيقي في حين انه هو كان المسمى بتاعه العمل ده كنا احنا يعرف ان نسميه مسلسل قصير اللي هو بعد كده يسموه سيدكم او تسمى بسيدكم وده كان أول سيدكم دي بداية السيدكم دي بداية السيدكم كملها بقى بعد كده أشرف عبدالباقي بقى طبعا وقدم عمل حاجة زيها وعلى فكرة عايزة أقولك كان بيزاع على القناة التانية في التلفزيون المصري طبعا طبعا طب ايه زعلك من السقة يعني ايه اللي خليك هو الحاجة العجيبة بقى هقولك انا احمد السقة انا مزعلش منه وهي فكرة عارفة لما انت يحاشك حد فجأة كده هل هي دي الفترة العلاق والاية الدين كده يعني ايه كان حصل كده مع علاق مشي وده مشي وين حصل رؤ ثبات شوي وحصل فرقة كده الا من بعض السنائيات يعني انا وأشرف على حدة انا وهندي على حدة مفيش الجامعة التجميع دي وانا يمكن صحابي انا تربيت في وسطيهم اكتر ما تربيت في بيتنا يعني طب ازعلك ان لانه مثلا انت موجود ما بتشاركش في اعمال او ولا هم ما بيسألوش عليك هو مش زعل شغل هو زعل اشتياء لصحبه عشان اه الحاجة العجيبة عن الساقة انا كان في لقاء فحد سألني الساقة فانا سكت فكلمني قال لي يعني ايه انا تسائل الساقة تعمل صمت وفتحك وهو كلمني بعدها اه وجال البيت وفتحت بيتي يقول لي نزلي دي بعد ده بعد الصمت بعد المرضى اه ونزلت له وخدني في حضنه حضنه عجيب جدا هل حس ان ان انت عندك حاجة فقالي عليك فجالك اه انا فيه عملت حاجة وقته ما قمتش حاجة قال لي اما العملت ليه كده وقته مش حاجة فانا وحشتيني وحشتيني فانا ديتلك بقى ما عارفش هي جدا فانا منسبالي هو سأل حد مهم جدا في حياتي اه زي هو زي هنيدي زي صحابي كلهم بقى لكن انا هو بالذات اللي جاه عارفة اشتاقتي ان انا عايز سأل دلوقتي اشوفها فقول ليه مبسألش عني عملت كده اه فكرة المنشطات بتعمل مشكلة طبعا يعني انا فيه منشطة اقول لي عجيب جدا انا قلت انا خايف اموت مديون اه فطبعا بقت قس فلقيت ناس بتصبح هي عليها عايز فلوس ولا ايه مالك انا بقول مديون ان عارفة الدين طبعا فكرة الدين اه 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 ان انا جذبت على استاذة شافك يعني عادت معاكي وطلعت بره اتكلمت عليك فانا مش عايزة بقى كده علشان ربنا هيحسين يعني انا انا فكرة الديون الصيام اللي راح مني دين لازم يحصل فانت عايزة تبقى اعمل كل اللي عليك انا نفسي بس الواحد يمشي من الدنيا دي كويس يعني لانه انا اكتشفت ان كل الناس اللي بحبها قوي مشيت 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 فانا عارفة بقى 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 انا مؤمن جدا بدا قدر وانا راجل تربيت تربية دينية وتربيت في حضن مسجد ومقام سيدنا النبي يعني انا عندي منطقة صوفية عالية جدا بحبها وتربيت فيها فانا مؤمن بدا ولكن انا مشكلتي فكرة ان انا ما صدقتش ان حبيبي مشه فبقيت عندك كده يعني اشتياء بقى خايف انا بالضبط ده عملك اكتئاب شوي فترة يعني هل حصل ما الله مثلا انت شايف انه هني دي بيعمل اعمال والسقه وصاح عبد الله وآدم بيحصل انك ترفع سماعة تبقى زعلان طب انا معاكوا بقى يا جماعة ولا ده ما بيجيش من يعني بيبقى عندكم برده تبقى عايزة هو يفتكر لوحده انت ما تسألش انا 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 على مدار شغلي في الشغلات انا انا بحب تكري انا محبش اطلب يعني بقى كلنا ونبقى اسعد لما تطلب انا انا بتمنى انطلب المطلوب والمحسوب اكيد احسن اهم من الطالب المحبوب اهم من المحب اما تبقى محبوبة غير ما تبقى بتحبي المحبوب ده ده رز طعم ففكرة ان انا اطلب مش اطلب ده خاصة الفنان عنده منطقة عزة طب مين اللي مرة قالك الله علي انت فين؟ كلهم بيقولولي انت فين؟ بس ممكن ما تيجيش تعمل كذا او يعني مش دي اللي بعديها ولكن فكرة انت فين على مستوى الشخصي على المستوى ده على المستوى الفني انا بتسئل الجملة دي من الناس في الشارع اه طبعا انت فين؟ انت روحت فين؟ هنشوفك السنة دي ولا لا؟ فما باش عارف ارد يعني ان شاء الله ربنا سيد واتلع سنك طب انت قلتلي في الاول يعني انت اول مرة بعد اربع سنين تعمل حاجة في رمضان ما يفى سري عملك سعادة كده بسكة جديدة؟ انا بمجرد مجال التليفون وتقلي في التليفون من استاذ ريمون ان تعالى عشان فيه كذا 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 انا تقريبا كنت نازل بالترنج اه اه طبعا يعني انا جاي انا هروح امثل انا هروح امثل وهمثل حاجة حلوة انا هروح اعمل حاجة اللي بحبها انا راح اقابل حبيبتي يعني انا مع شقة التمثيل دي انا بحب الحكاية دي جدا انا يمكن عمري ما فكرت ان انا اكسب منها فلوسة هقولك على حاجة انا برضو لما تربيت في جيل عامل كده وهو اللي علمني كده يعني وانت قدرة انت عشرتي هذا الانسان العظيم الفنان الكبير مبدوح عبدالعليم مبدوح عشق للفن وهذا وانا اول مشهد في حياتي امثله مثلته مع يعني كل حياتي كانت مرتبطة بهذا الشخص في فترة زمنية مهمة جدا فاكيد انا اتعلمت منه العشق اللي افلطوني للمهنة دي ده حقيقة هو كان عاشق كان عاشق للمهنة جدا يعني بقى مش هو مبدوح بس ده اسماعيل ابحافظ نفسي ايه كأسما انا انا اتخدت من انا طفل فني في وسط عظماء بس انت عايشت بالزبط طب انا عايزة واحنا في الحالة دي عايزة وريك صورة كده استأذن زملتنا هالة تحطها دي جوكر وقتها لما الصورة دي نسلت قالوا عايزين نعمل جوكر مصر صح ايه الصورة دي بس انا جالي مسلسل مع الاستاذ احمد الجندي في حلقات رمضان ان انا اعمل شخصية واحد رئيس عصابة في مسلسل لطيف كده اتعمل في رمضان كان احمد فهمي فيه وشباب بتوع مصرح عبدالرحمن توتا شباب جميلة جدا فانما رحت عشان اعمل كده ضيف شرف فانا بقول للاستاذ احمد الجندي هو انا هعمل الشخصية دي انا عايزة اعملها كده مختلفة فقالي بتعملها الجوكر طول الجوكر فراحوا جابوا لي اللبس ده وجابوا لي المكين وانا بعملها انا جالي احساس ان انا بتحول يعني بيحصل لي حاجة كده اه وبدا تقول حاجات غريبة ومثل بطريقة غريبة انا مش مش عارف ده جالك مني مش عارف ليه انا دخلت كده في المدة فلما تزع لقيت السوشيال بتتداول المشهد كتير والصورة دي بتنتشر كتير فدماغي راح وعشان كمان كان فيه فيلم الجوكر ده اخد اوستر كمان كان فيه متزامن فاروحت انا قاعد اتفرج على الفيلم ده وبعدين الفيلم ده جريني لكل من عمل الجوكر فلقيتني انا بعمل الجوكر زيهم اه انا موجودة هو يعني اه اه فبدأت افكر في الفيلم فكتبت فيلم انا ومجموعة وجبت الستاذ عادي القديم اعرضت علي الفكرة وافق وصلنا لشخصية حلوة جدا والفيلم مازال قيد التنفيذ فاتكتب ان هناك فيلم الجوكر علاء مرسى اعمل انا باديها كلمني صديق لي من الكويت وقال لي انا هنتجلك الفيلم له لان انا شايفك الشخصية دي بعديها حد صديق لي برضو من السعودية قال لي ده بقى بعيد عن انتاج ده راجل صديقي ده تاجر يعني فقال لي انا هدخل انت الوسط بتاعك منها عشان اعمل لك الشخصية دي انا حابب الجوكر ده يعني لسه الجوكر ده ممكن نشوفه قريب ان شاء الله في خلال السنة دي اكيد حيبان له حاجة حيبان له حاجة طيب انا عايز ارجع سألك برضو عن التقمص يعني الفنان اصله المصري ده يعني احنا عندنا بالذات شخصيات متنوعة والممثل زي الصورة دي انت هنا هتلر انت متقمص هتلر بس ده هتلر الكوميدي كان فيه جزء كبير كوميدي لانه الفيلم كوميدي ولكن انا فيه لحظة هلا عملتها بجد جدا المشكلة عني بقى كانت في الالماني اني لازم اتكلم الالماني انا هتلر عشان اعمله كده انا اتفرجت على قصة حياته فاكتشفت ان الراجل ده حزين طول الوقت ايوة طبعا وعنده مشكلة كبيرة جدا مع النساء وخاصة ان والدته كل ده شاعدة تقمص تعمل الروح دي تطلع منك اه وانا جوه الشخصية دي طبعا طلبوا مني الماني فالالماني ده هيعطني انا لو اعادت خمسين سنة مش هتعلم الماني خانص فانا بك فعندي انا لغة بيني وبين اصحاب كنت بتكلم بها كل الناس حبيب لغة اسمها لغة الهاطة لغة الهاطة دي نحنا نقول اي كلام ايه بقى دينا حتة كده بالهاطة جنفر ليس اوكي يقول اوكي همر ها يلا بينا اسميس كاتس مستكيس ايه ايه فاللغة دي انتشرت بيني وبين اصحابي لدرجة ان هي عدوة فبقيت تكبر فهي شوية فيها الماني يعني فيها الخنفرليزم ايه وكانت الفكرة اللغة دي ايه وكانت الفكرة اللغة دي ايه وكانت الفكرة ان احنا نتكلم بقلبنا وبالمعنى اكتر من نتكلم لفظا يعني ده كان الفكرة اللي احنا بنتكلم بيها ان احنا اصحاب فاهمين بعض لنا لغة خاصة لغة الاحساس على انا فاهم انت عايز ساملي يعني هي الفكرة كده فانا هنا استغل قلتها قلتها في جمل فمشيت مع الشخصية بقى مشيت اه ولكن استاذ احمد الجندي هو اللي كان افشها لان هو كان عارف ان انا ابوه نفسه محمود الجندي اللي هو صاحبي بيروح لهم البيت بيتكلم زي كده لان هو بيقول يجيني بيقعد جنغرليزي محمود بيروح يقول كده فهو عارف ان علاء مش بيتكلم المانيا فجالي كان بيعطني في جملتين بوخ زبوخ زبوخ اللي هو الكتاب لان انا كنت بتكلم على الكتاب كتير فكان بيوقفني عشان اقول الجمل صحيح البي قال لي بقى اعمل اللي انت بتعمله ده لان ما فيش فايدة فيك في الالمان بس عدت ككوميدي طبعا لو انا بقى عمل الشخصية دي بقى قصة حياة هتلر طبعا لا ده لا لازم لا واحنا عندنا دلوقتي تدعيات حرب وحاجات في الشخصية ممكن تجي يعني من كتر ما انا بقى عارفة قد ايه تربية في بيت فيه هواية انت شايف مصر ازاي مصر ده مصر دي الحياة مصر دي العقيدة يعني انا بالنسبالي دي الحب الحب الكبير عندي بلدي دي وطني انا انا بالنسبالي مصر لازم اقول اقف واقول حبيبتي يعني انا بالنسبالي الوطن ده ايماني بربنا سبحانه وتعالى اه مرتبط بايماني بوطني بمعنى انه دي جزء من العقيدة الوطن رسول عايزة السلام كان اكتر شيء يحرك قلبه الشريف اشتياقه لمكة طبعا فاحنا ده من احنا خدنا منه ومش هو بس الوطن الوطن عند الانبياء والمرسلين وكل العلماء وكل السادة القادة المحترمين هو الحوية هو الحياة هو السياة فالله يحفظها بلدنا عظيمة نصر بالتحديد لا اعرفي قيمتها اول ما الطيارة تبعد عنها طبعا تحسي بلدنا فيها خير غير عادي انا مبصر هو انا مش مواطن بعاني من غلاء هو احنا وقفين عند كده ليه انت لا انت حسن من غيرك اطلع برا هتعرف انت ملك اكيد فالله يحفظها يا رب ودي احلى كلمة انا هشكرك عليها ومستنيك في رمضان نتكلم على ملف سري لما يتزع ويبقى في نجاح وساعدنا ان احنا اول ناس هنلنك انك ترجع تاني ستوديو اللي انت بدأت وعملت فيه احلى الاعمال ويطلع منه ان شاء الله ملف السري ويبقى فيه كل الهوية الحلوة يا رب وانا بشكرك وبشكر العظيم التلفزيون المصري العظيم تلفزيون بلدنا وبشكر برنامجك الجميل وانتي في الاخر هقولك على حاجة انتي طبطبتي علي ان جبتيني حلوة يعني احنا بنطبطب عليك كلنا ده جهول برنامج كامل فنان علاء مرسي انا بشكرك شكرا جزيلا وبتمنى لك التوفيق ان شاء الله يبقى مسلسل حل وبتمنى لحضراتكم تكونوا قضيتوا صهرة حلوة معنا يوم الخميس التاسعة مستمرة غدا بإذن الله في نفس الموعد الزميلة دينا عبد الكريم اما انا القاكم الخميس المقبل بإذن الله تسبحوا على الالف خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة